السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلتنا نشوف مواقع حلوى قوي اسمه بروم اي اي تقدر تعمل به رندر بشكل احترافي. خلينا نقول له سكتش رندر. واجينا على نامة بلاس وابدأ ارفع الصورة اللي انا عايزها. واجبره ان هو يعمل الرندر اللي انا عايزه. يعني مثلا نختار مثلا المبلزة دوت. بلاقي هنا المؤسفات اللي انا عايزها فاقول له انا عايز حاجة architecture. وعايز فيلا ودي بقى انواع كثيرة جدا من الرندر. كل واحدة تختارها. هيبدأ اعمل لك الرندر زي ما موجودة كده. اقول له شنا ريت. هيبدأ اعمل لك تلات صور بشكل ضغط. خلي بالك من حاجة بسطة خالص لحاجة احترافية. طبعا هو مديني كلمة drum AI ومغلة شوية لان ده مجاني. لكن طبعا لو انت بتعمل حاجة احترافية للشغل هكيد هتدفع فلوس وتشتري حاجة احترافية. طيب ده بس كده لأ انت ممكن تجي هنا هتلاقي انواع كثيرة جدا جدا لا حصرة لا. طيب هل في رندر داخلي اه تعال هنا في المور. وهتلاقي هنا انتيريور دزاين. تقدر تدي له فلور بلان. تدي له حاجة مثلا خاصة بالمطابق حاجة جوه. يبدأ ان هو يفهمها. خلي بالك ان انت لو دخلت في الانتيريور دزاين. بوجهة للمبنى او اكتيريور. هيفهم انها داخلي. هيفهم من الخطوط دي خطوط خاصة بالمطبخ او خطوط خاصة بغرفة معينة. وكذلك العكس. يعني لو انت خدت له صورة غرفة معينة. ويدي تهيله على اساس ان هي مبنى. هيفهم منها مبنى. هيتعلم معها انها مبنى. يعني الرخامة والطرابيزة. هيعتبرها دي الحوايت وشكل مبنى. فنخلي بالنى احنا من اختار اللي احنا عايزين. طبعا في حاجات ايربان دزاين. في حاجات خاصة باللاند سكيب. تقدر تختار منها زي ما انت عايز. لو عندك احاجات لاندسكيب هتلاقي اشكال كثيرة تقدر تختار منها. تمام. فانت ممكن تعمل خمسين رندر مختلف للصورة اللي معاك. بس طبعا عندها تكون بفلوس. تمام. ومن هنا بقى تبدأ تختار الرندر مود. في ديبس. في صوفت ايتج. في أوتلاين. كل حاجات دي بتخليك توصل للي انت عايزه. يعني البرامج التانية. ما ببقاش فاهم ايه اللي انت عايزه. انما هنا. بفاهم ان انت عايز تعمل مودن كلاسيك. بفاهم الدزاين اللي انت عايزه. فبيتجيب لك حاجة قربة من اللي انت عايزه. يعني دي حاجات خاصة مثلا بالأبروج مثلا. فيبدأ انه يجيبها لك حاجة خاصة بالأربان بلانينج. فلوضيته أربان دزاين. حاجة مثلا مرسومة بخط اليد. هيفهمها ويعمل لك الأربان دزاين. يعني انت بتحدد ايه نوع الرندر انت عايزه. فبيعمل لك الرندر احترافي.